بعد ما يقارب العامين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقرت المشتبه في ضلوعه بالهجوم على القنصرية الأمريكية في بنغازي عملية نفذتها قوات أمريكية بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي الـ FBI واشنطن رفضت تحديد ما إذا كان تم إبلاغ سلطة ترابلس مسبقا بهذه العملية واكتفى وزير خارجيتها بالقول أنها عملية من جانب واحد نفذت بدون دعم القوات الليبية حول مزيد من التفاصيل ينضم لنا من واشنطن مراسل الفرنسانكات محمد سعيد الوافي محمد أهلا بك عملية نوعية للقوات الأمريكية داخل ليبيا لاعتقال المشتبه في ضلوعه بحادثات القنصرية في بنغازي نعم بكل تأكيد عملية نوعية عملية تأتي توافقا مع تصريحات الرئيس باراك أوباما وتشديده على القول بأن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية إدارته لن تتوانى في متابعة كل من يجرؤ على المس بمكروه للمواطنين الأمريكيين سواء في تأديد مصالحهم أو تأديد حياتهم وأن الولايات المتحدة عازمة على المضي في هذا النهج نهج اعتقال كل من يضر بالمصالح الأمريكية أو كل من يقوم بقتل أمريكيين أو إصابتهم بأي أدى الشيء الذي يفسر محاولة الرئيس باراك أوباما الركوب على هذا النوع من الانتصار مقتل أسما باللدن اعتقال أبو أنس الليبي اعتقال الآن أحمد أبو ختالة كلها عمليات يرى ترى إدارة أوباما أنها قد تفيد في الرفع من شعبيتي ليس فقط الرئيس بل وكذلك حزبه محمد عملية الاعتقال يبدو أنها عادت إلى الواجهة الجدل الداخلي الأمريكي خصوصا في مثل هذه العمليات نعم الجبل المختبئ من التلج أو جبل التلج الذي يختبئه تحت الماء هو النقاش الذي عاد من جديد حول ما مدى مصدقية رئيس باراك أوباما ومستشاره الأمنيين نبدأ بجون مكين الذي طالب الأسموع الماضي الخبراء أو المستشار الأمني للرئيس باراك أوباما بالاستقالة ننتهي بكلام رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر الذي قال بأن الرئيس في السياسة الخارجية يأخذ قيلولة أو أنه نائم بعبارة أخرى ثم بعد ذلك هل كان بالفعل هذه العملية كانت عبارة عن عملية فجائية مخططة لها أم كانت عفوية من قبل أن الناس كانوا غاضبين كما قالت الإدارة الأمريكية يومها يتضح بأن كلام أوباما بحصر تنظيم القاعدة في أفغانستان والقضاء عليه واحتقال أكبر قيادته لا يجدي نفعا مع الشعب الأمريكي الذي يرى بأن وصولهم إلى السفير الأمريكي وقتله كان كافيا للقول أن القاعدة لازلت ناشطة شكرا جزيلا لك حدثتنا من العاصمة واشنطن إمكانية وقف لإطلاق النار في الشرق الأوكراني أمر بات مطروحا على الطاولة خصوصا بعد تنظيم